أنا معلش أستاذ أشرف في سمك من الغربية ألو ألو أستاذ أشرف معي أهلا بحضرتك السلام عليكم وعليكم السلام حضرتك متزوج اتنين مش كده أستاذ أشرف متزوج اتنين أهلا طب عامل ايه معاهم والله عامل ايه طلعت من النقرة وقعت بدختير يا شوفت بقى شوف أستاذ محمد بس يبقى واخد باله عشان محمد كان بيظلمنا بس لأ العامل أساسي بالوحدة يعني لا الأولى ولا التانية يا أستاذ أشرف والله العظيم اللي تنشيك لبعض يأت لا صالت طب الجو سومي أهلا بأنني في التانية دي أندخل كنتم عالي نعم وحاضر وطيد ما لعدشي لنعم ولا حاضر ولا طيد نفس المنوال ونفس الكلام ونفس الهي ده خبر معقولة أهلا والله العظيم ثلاثة أنا بخلمك مهم بالصراحة طب إنت ارتبطت على أساس إيه يا أستاذ أشرف اتدوز تاني من الأشرف أنا معايا من الأولانية ستة إخلال ما شاء الله الله أكبر يعني ما شاء الله ده كده الحب هو يا أستاذ أشرف لا ما فيش فايدة أصلا العيب على الوحدة طب إيه اللي خلاك فكرت في الارتباط التاني فيهم أوحى فيهم نقرة وفيهم ذأرة وهاء ويعمل وخلي وساوي واخدبالك وروح اتجوش شو مالها هيسأل عنك روح تتجوزت واحدة بيت ابنوت برضو وجوزت ايه ونفس النهضاء يعني حضرتك ما بتحبش حد يقولك انت رايح فين ولا جاي منين ولا يسألك لا ماشي تقول من حقها من حقها بس نابد من طاعة السوق يعني تقوله يعني مسلا حاضب نعم طيب طيب دكتورة حبة هتسأل حضرتك برضو هي دايما بتقاف لك واحدة قدام واحدة وتحاول تسأل كتير وتحاول تأوحك في الكلام الله ينور عليك والتانية نفس الكلام والله هي هي طيب حضرتك لما جيت تختارت تانية ما تكلمتش معاها ان ده بيضيقك قلت لها الكلام ده فاول بيقولك قبل ما خشي قلت لهم الكلام ده انا تعبان من دية لانها دية نفاهم اوحة وفاها رد عايشين الاتنين مع بعض ما انا والله كنت رسحة الاتنين واحدة واحدة في الدور التانية واحدة في الدور التالي الاتنين في نفس البيت في نفس البيت مفيش فضل الدور الرابع يا استاذ عشرة عجبت والي انا بنشكرك برسيل حضرتك الله يكون في قولك والله هو تكمل الدور الرابع و لو عايز ياخد الروب بالمرة هيا الفكرة هنا فكرة ان الزوجة التانية بدأت تستخدم نفس الطريقة الزوجة الاولى اه بالضبط هو محسش بفرق الاسف ليه لان هي حست ان الزوجة الاولى كده بتاخد حقها اه فانا كمان ما هي الزوجة التانية بتحس ايه بقى الند بالند اه والزوجة التانية بتحس ايه هو انا عشان التانية هيبقى حقي متاخد بقى ومهدوم مش بيدوني حقوقي ومش بيديني حقي لا انا كمان هبقى واخدى حقي ولي حقوق عنده عشان ما يتحكش علي ولا يطلقني ويرجع للأولى هو ده بداية الصراعات طب ليه احنا ما بنبصش للأولاد في الموضوع دوت يعني هو مثلا زي الموضوع صدق شرف عنده أولاد من الأولى وكيده عنده أولاد من التانية الأولاد في الموضوع بهمها بيكونوا اللي مجني عليهم في الأساس لو ما كانش عندنا وعي سواء الزوجة الأولى او التانية وعي وإدراك يعني ايه أطفال وملهمش الزنب بكل ده والكمان الزوج أو الراجل ازاي بقى يعرف يبقى عنده وعي يحبب ولاده في بعض حيامل كنترول على الاتنين ازاي انهم يحتوي الاتنين بقى أولادهم لان دي اللي حيكون لها فكرة وتربية والتانية حيكون لها فكرة وتربية لازم هو يكون عنده سيستم يكون عنده نظام يحبب ولاده في بعض ويقربهم من بعض يفصل تماما عن دماغ الستات بقى هنا وهنا فكرة ان دي بتقول ودي بتعيد وده بيحصل وبيجرى وده كله والولاد يدخلوا في الحاصل دي او يدخلوا في نطاق الدايرة بالشكل ده هنا هنولد او هيبقى عندنا ولاد بنفسيات صعبة جدا ومرعبة لازم هو يبقى عامل حدود وعارف ازاي يقرب ولاده من بعض بزرق